واضح جدا أن حماس تحمل الاحتلال أو هذه القيادات مسؤولية هؤلاء أحياء حتى الآن نعم هي خطوة ذاكية من طرف المقاومة وكأنه استهداف للداخل الفلسطيني كأنه تحويل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي بمعنى أنه تصدع لجبهة داخلية بحيث تصعيد لحالة الخلاف والتوتر داخل الجبهة الداخلية الصهيونية لأنه هناك خلاف جلي ما بين ناتنياهو وبعض القيادات العسكرية بما فيهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وكذلك أهالي الأسرة هم في حالة خلاف مع ناتنياهو في ترتيب الأولويات وبالتالي هذا الفيديو جاء في توقيت مناسب جدا لأنه بالأمس فقط كان هناك اجتماع مع الأسر الأهالي الأسرة وكان هناك وعد من طرف ناتنياهو بالعمل على إطلاق صراحهم ولكنه لم يبين كيف وبالتالي جاء هذا الفيديو في الوقت المناسب بحيث يحث الأهالي إلى الضغط على ناتنياهو أكثر بحيث يبين كيف يمكن أن يطلق صراحهم لأن الأسيرات خلال الفيديو يعني محملنا ناتنياهو المسؤولية بأنهم أسيرات نتيجة لفشله العسكري ترجمة نانسي قنقر